رونالدو طلبني بعدم تقليد احتفاله وفي تفاصيل الخبر قال برازيلي ميشيل ديلغادو محترف الهيلة السعودي أن كريسيان رونالدو قائد نصر طلب مني عدم تقليد احتفالته الشهيرة وقال ميشيل ديلغادو في التصريحات التلفزيونية نقلتها صحيفة الرياضية السعودية اليوم الاثنين وعدت زملائي قبل مباركة نهائي البطولة العربية أمام النصر أني سأحتفل على طريقة رونالدو لو سجلت هدفا وأضاف ديلغادو حينما احتفلت أمام رونالدو جاء إلي مستغربا وقال لي لا تحتفل كما أحتفل لكني صرت وواصلت المباراة واعتاد ميشيل ديلغادو الاحتفال بهذه الطريقة عند تسجيل الأهداف هذا الموسم كان آخرها احتفاله بهدف هدفه القاتل ضد ضمك أول أمس السبت في الدوري السعودي للمحترفين وعن سلسلة انتصارات الهلالة التاريخية الجارية علق ميشيل ديلغادو لدينا 29 انتصارا على التوالي الآن لا نصدق ذلك حتى حينما بدأنا الانتصارات لم نكن نؤمن بوصولنا إلى رقم كهذا لكن لحسن الحظ لدينا فريق يتمرن بصورة ممتازة ولدينا لاعبون ممتازون أيضا وبات الهلال السعودي صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ أندية كرة القدم ولديه فرصة مواصلة السلسلة في حال فاز على الشباب يوم 30 مارس الجاري في الدوري السعودي وبشأن البرتغالي جورجي خيسوس مدرب الهلال السعودي قال إنه شخص رائع ولا يعرف في قاموسه إلا كلمة الفوز ويحولها لنا كلاعبين وفي الجانب الآخر الذي لا يشاهده الكثير هو مثل الأب أو الصديق أو الأخ الأكبر الذي يشارك ما يعرفه من خبرة حياته وشارك ميشيل دلقادو صاحب الثمانية وعشرين عاما مع الهلال السعودي في 31 مباراة بكل البطولات ساهم خلالها في 13 هدف إذ سجل ستة أهداف وصع نساء صنع سبع كان هذا هو الخبر دينا دي نهر اليوم كنتمنى لما نشتركش في القناة يشترك يفعل زر الجرس باشي وصلوا أي جديد لحظة نشريح على القناة وكذلك تشجيع لنا لنواصلة وتقديم الأفضل لكم إن شاء الله